تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بخالص التهنياء إلى رئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والأمتين الإسلامية والعربية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ودعا فضيلة الإمام الأكبر أن يكون هذا الشهر الكريم نقطة انطلاق لإحياء قيم التسامح والمحبة وأن يخلص الإنسانية جمعها من كل ما تمر به من حروب وصراعات وأوبئة فيسعدني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أن أبعث بأجمل التهاني وأطيب الأمنيات إلى سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية كما أبعث بتهنئة القلبية إلى أمتنا العربية والإسلامية ملوكا ووساء وأمراء وشعوبا متمنيا للجميع المزيد من الخير والتقدم والرخاء والأمن والأمان وفي هذه المناسبة الكريمة أتمنى على الجميع أن يجعل من شهر رمضان فرصة للتضرع للمولى سبحانه وتعالى أن يتم علينا نعمة الأمن والأمان والسخاء والرخاء والسلام وأن يرسخ في قلوبنا مشاعر التسامح والمحبة والتواصل فيما بيننا وأن يتقبل صيامنا وصلاتنا ودعاءنا ضمعا في رحمته وعفوه وأن يختص برحمته وكرمه الإنسانية جمعا وينقزها من كل ما تمر به من حروب وصراعات وأوبئة